السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي لو اول مرة بتزوري قناتي اشتركي فيها وفعالي زر الجرس على كلمة الكل ليصل الكل جديد اول باول ولايك وشير هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الدرة او هاريسة الدرة وفي ناس كتير بتقول عليها البسيسة هي وصفة كده تشبه الكيكة بس علشان المكون اللي فيها ديق درة مش ديق ابيض بيبقى ليها طعم مختلف ومميز ونكهة ديق الدرة مميزة كمان غير نكهة الكيكة الكيكة بيبقى فيها رحة الفانيليا او رحة الشوكولاتة دي نكهتها مميزة جدا وطعمها مميز جدا مكوناتها بسيطة جدا انا هعملها لكم بطريقة سهلة قوي والنتيجة حلوة قوي الطريقة ديها هي طريقة خلط انا متعلمها منها وبعملها كل مرة بنفس الطريقة وكل مرة ان شاء الله بتطلعها جميلة قوي ده بقى الخلطي ربنا يخليها وربنا يخلي لكم كل خلطكم انتو عارفين بقى الناس بتاعة زمان دي اللي كان عندهم كتشن ماشين ولا مضرب بيد ولا الكلام ده كله حاجتهم كده بالبركة وكانت بتطلع جميلة يعني احنا النهار ده هنعمل سنية كيكة ديق الدرة بريحة الزمن الجميل دي ايه الدرة لما تجيبه ما تجيبهش يكون خشن قوي ولازم تنخليه قبل الاستخدام لان بيبقى فيه زرات تخينة شوية كده بتدي يعني طعم مش حلو كده وقت الاكل وديق الدرة كمان تشميه تخلي النكهة بتاعته تحس ان النكهة بتاعته ديق درة ما يبقاش متخزن او ريحته مكمكمة او ليه ريحة غريبة عشان في الاخر النكهة والطعم يبقى حلو انا المكونات اللي هحتاجها هحتاج بيضة انا حطيت عليها فانيليا واحتاج بيتين ديق درة ومج مية ومج سكر ونص مج ديق ابيض ونص مج زيت ومعلقة صغيرة بيكنج بودر وانا هنا حطيت شوية خل على البيضة انتو عارفين ان الخل صديقي مع البيضة لازم احط خل ولازم احط زرة ملح عشان ريحت الزفارة بعد كده انا هضيف الزيت يعني احنا هنخلط السوايل كلها مع بعض هضيف الزيت على البيضة وهضيف السكر كمان هي طريقتها اسهل من الكيكب كتير على فكرة يعني انت بتخلطي المكونات على بعض وفي الاخر بتحط الدين عندي بقى المية هاخلط الاول الحاجات اللي انا حطيتها على بعض دي اخلطي كويس بحيث ان يتجانس السكر والبيض والزيت احنا طبعا مش زي ما قلتلكم احنا مش هنحتاج عجان ولا مدرب بيض هو بالمدرب اليدوي ده هتاخذي نتيجة ممتازة ان شاء الله بعد كده انا هضيف المية انا مش هحط المية كلها هضيف الاول نصطها ولو احتاجت تاني حسب قوامي العجينة بتاعتي هضيف الباقي هاخلط برضو المية بقى مع المكونات التانية لما وهضرب كده بالمضرب لحد ما وصل لخليط متجانس ما فوش اي تاكاتوليك اضرابي كويس عشان السكر يدوب في الحاجات دي بعد كده انا هضيف بقى لدي ايه انا هضيف الديق كله ضفعة واحدة مش يعني انتم متعودين مني بالكيكات او البسكوكتات انا بحط الديق حبة حبة وبخلط لا في الكيكات دي احنا هنحط الديق مرة واحدة دي الابيض ودي الدورة هاخلط بقى كويس جدا عشان اضيع اي تاكاتوليك امزج الاول كل الحاجة مع بعض الديق مع السويل وبعد كده هاخلط بسرعة عالية شوية بايداية علشان ما يبقاش في اي تاكاتولات في في الخليط انا هنا حسيت ان انا محتاجة بقيت نص كبهية المياه فانا حطيتها من الاول وهبتدي اخلط طبعا انت وقفتك في المطبخ بيبقى عندك خبرة العجينة دي محتاجة ايه او الاكلة دي محتاجة ايه فانا في الاول كده حسيت ان دي الجاف كتير اللي بقى فاضيفت بقية المياه عشان اخلط المكونات كلها مع بعض هاخلط بقى كويس جدا عشان اضيع اي تاكاتولات هو عموما دي ايه الدورة كمان ما بتكتلش يعني غير الكيكة العادية لو حطيت دي ايه مرة واحدة بتلاقيه بتكتل كده ويعمل كتل دي ايه الدورة بيفك عادي يعني انا بقى اخر خطوة هعملها ان انا هحط معلقة بودر الصغير هتديني بقى دي هشاشة كده للكيكة وهيبقى يعني ارتفاعها معقول مش هتبقى عالية قوي زي الكيكة العادية لان دي ايه الدورة تقيل وهاخلط بقى البكينج بودر يعني بعد محطة البكينج بودر يا دوبها داري بس البكينج بودر في الخليط اللي انا عملته بصو شايفينها سايلة ازاي هو ده القوام اللي انا عايزيه ما تبقاش تقيلة وفي نفس الوقت تلاحظي ان ما فياش اي تكتلات بعد كده انا هجيب الصينية اللي انا هغبز فيها انا ده هنتهى مادة دهنية ورشتها بدقيق وبعد كده شلت الزيادة منها علشان لما احط الهرس الضرع وقادة طلعها من الفرن وقطعها ما تبقاش لزقة الخطوة دي انت ممكن تستغني عنها لو عندك صينية فالق بهميها بس حبة زيت صغيرين بفرشة كده ونزل الخليط على طول هنزل بقى المقدار كله في الصينية بتاعتي زي ما انتو شايفين كده هيبقى قوام العجينة بيبقى سايل لا خفيف قوي ولا تقيل قوي بعد كده هدخلها الفرن هغبزها على فرن درجة حرارته متين هتاخد حوالي تلاتين دقيقة او اربعين دقيقة طبعا ده حسب اه حرارة الفرن بتاعك وحسب تسوية الفرن بتاعك لان الافران بتختلف من مكان من مطبخ لمطبخ يعني وحمر بقى الوش بتاعها ممكن تضيفي على الوش سمسم او سوداني مجروش ده لو حبيت يعني بس احنا بنحبها كده فانا عملتها كده بعد التسوية هو ده شكلها ريحتها مميزة جدا نكهتها حلوة قوي آآ جميلة قوي مع كوباية شاي بلبن كده يا سلام آآ مكوناتها اقتصادية وبسيطة طريقتها اسهل من الكيكة كتير ما بتحتاجش عجن كتير وفي خطوة عايزة اقول لك عليها ان آآ المية برضو بتاعت العجن بتاعت الكيكة تضيفيها واحدة وحدة انا ضيفتها مرة واحدة لان انا شايفة العجينة قدامي انا بخبرتي عرفت انها محتاجة انت عندك تحط المية واحدة واحدة لحد ما تبصلي القوام المطلوب لان برضو دي ايه الدرة زي دي الابيض في دي بيشرب سوائل وفي دي ايه ما بيشربش سوائل خلي بالك من الخطوة دي والبيكنج بودر تحطيه في اخر مرحلة زي ما انا عمل لان انت لو ضربت البيكنج بودر كتير المفعوله هيروح واحنا حطين معا لقة صغيرة علشان بس تديني ارتفاع انا مش عايزها كيكة سفنجية او هشة يعني ارتفاع المعقول بتاعها هي ممكن هنا في التصوير تبقى انا عالية شوية لان انا مقربة بس يعني ارتفاعها معقول بس طعمها حلوة جدا ما تنسوش حبيبي بقى الفيديو ده عايزاك وتوصلوه الاعلى عدد من اللايقات واللي ما اشتركش في القناة اشترك انا انا حبيت ادلعها بقى حطيت لها فرماسيل الالوان كده وانا بقدمها والتغير شكل التقديم يعني ايه دي الفكرة اللي جات على بالي معرفتش احطت ايه يعني لو حطيت صوصات مش هتبقى حلو فانا قلت زي ان الطبق نفسه هو الطبق ابيض مع الوان الفرماسيل مع الكيكة حاجة واو زي ما انتم شايفين كده جربوها بطريقتي وان شاء الله توصلوا النتيجة جويسة قوي واللي ما عملهاش قبل كده يعملها بنفس الطريقة دي طريقة مين طريقة خلتي يعملوها بنفس الطريقة دي وان شاء الله هتطلع جميلة قوي من ايديكم الف هنة لللي يضع ودي كانت وصفتي للنهاردة يا رب تكون الوصفة عجبتكم ويا رب تجربوها واللي جربها يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه ولو حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه آآ هي ما بتحتاجش اكتر من بيضة واحدة زي ما احنا قلنا في المادي وكده الفيديو خلص يا رب يكون عجبكم لو لسه مشتركتش في قناتي مطبخ توتي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ليسلك كل جديد اول باول ولايك وشير قلقاكم في وصفة جديدة بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته